السلام عليكم مرحبا بكم أعزائي الأطفال في هذه الحصة أقدم لكم درس حرف اللام من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول أقرأ وأتعرف أشكال حرف اللام الحرف في أول الكلمة إذن هكذا نكتب حرف اللام في أول الكلمة الحرف في وسط الكلمة وهكذا يكون حرف في وسط الكلمة الحرف في آخر الكلمة هكذا نكتبه وهكذا من متصل ومنفرد نمر إلى نشاط الثالث أركب المقاطع كما في المثال لسان لسان نحن كذلك نركب المقاطع هنا نكتب هنا فل فو لن وتذكروا دائما عندما يطلب منكم تجزئة الكلمة إلى مقاطع أن تكتبوا حرف الساكن مع الحرف المتحرك المولود قبله إذن نكتب فل أفن فل 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 فلفل فل 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 أستثمر أقرأ ثم أكتب في كل مستطيل المقطع المشترك بين الكلمات الثلاثة لِبَاسٌ لِسَانٌ لِسَانٌ سَالِمٌ سَالِمٌ المقطع المشترك بين هذه الكلمات هو المقطع لي لي هنا وهنا وهنا إذن لي لي هنا نقرأ الكلمات سلام سلام بلال المقطع المشترك هنا هو موجود هنا وموجود هنا إذن المقطع المشترك هنا هو لا إذن هنا بُلَ بُلِي مَا لِي فُوْ لَ فُوْ لِي فُلْ فُلِي المقطع المشترك كما ترون هنا هو لي لي لِي الآن نمر إلى التمرين الخامس أقرأ السؤال والأجوبة ثم أضع علامة قبل الجواب الصحيح مَا هَذَا مَا هَذَا 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 فُوْ لُنْ فُولٌ فُولٌ مَا ثِرُومٌ مَفْرُومٌ هَذَا فُولٌ مَفْرُومٌ هَذَا 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 عَلَمُ عَلَمُ بِلَا دِي بِلَا دِي هَذَا عَلَمُ بِلَا دِي إذن ترون أن هذا هو عَلَمُ بِلَادِنا ونضع العلامة في رهاد الخامس ثم نمر إلى التمرين السادس أقرأ ثم أكتب عدد حروف اللام وعدد حروف الفاء أنتم نقرأ أولاً لَبِسَ لَبِسَ فَمُنْ فَمُنْ سَلْمَ سَلْمَ بِلَالٌ بِلَالٌ مُسَلِ مُنْ مُسْلِمٌ فَرَّ فَرَّ فُوْلٌ فُولٌ فُولٌ رِ مَا لُنْ رِمَالٌ فُوْلِ فُوْلِ فُلْفُلٌ إذن هنا لَبِسَ فَمٌ سَلْمَ بِلَالٌ مُسْلِمٌ فَرَّ فُولٌ رِمَالٌ فُلْفُلٌ نحسب عدد حروف اللام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة لدينا تسعة حروف هنا نحسب عدد حروف الفا لدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هكذا ثم نمر إلى التمرين الموالي أقرأ 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 مقاطع إذن المقطع هذا مقطع نسميه مقطع الحرف لا يكون مع الحركة هنا الحرف زائد الحركة يسوي مقطع هناك حركات قصيرة فتحة ضمع كسرة وهناك حركات طاويلة وهي الواو والياء والألف وهنا هذه الحركتين فتحتين تسمى التنوين التنوين إذن لا لو لي لو لي لا لن 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 أعيد لا لو لن 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 أعيد لا لو لي لو لي لا لن 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 نتمم في مقطع آخر إن شاء الله والسلام عليكم